موسيقى يومي المحبب لتنين وفقرتي الأقرب مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا بارك الله فيكم ونور الله الطريق للجميع يا ربي خليت لنا مولانا مولانا ما أظنش أنه فيه أي حد في الدنيا ممكن يختلف لما تيجي تسألوا إيه أساس التماسك المجتمعي هيقول لي الأسرة حدش يختلف على ده نعم فيمكن هحطها كأنها محور يعني بمأننا دلوقتي فيه خضم الحوار الوطني المحور بتاعي هو الأسرة كيفما رآها الإسلام كأساس لتماسك المجتمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هدى وبعد من المقرر شرعا أن الأسرة هي الخلية الأولى الرئيسة للمجتمع فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع والعكس صحيح و بطبيعة الحال الإسلام بيبني الأسرة على أسس عقائدية وأخلاقية وتشريعية يعني منظومة متكملة النظام العقائدي لبناء الأسرة أن الله سبحانه وتعالى أحاطها بالإيمان فحضرتك حينما تتعامل مع أصولك وفروعك وأرحامك من منظور عقائدي أنه ده يترتب عليه ثواب أو عقاب يبقى ده تأصيل عقائدي لبناء أسرة سليمة البناء الأخلاقي يعني حينما نستطلع ونستنبئ آيات القرآن الكريم هنجد البر بالوالدين اللي هو أصول الأسرة صح الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُّ إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْعَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا خَوْلًا كَرِيمًا وَاقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرٌ الله سرق لنا في القرآن الكريم نمازج فعلى سبيل المثال سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما دعا أباه في العراق حيث الإقامة الأولى وكما صورت الآيات في صورة مريم يا أبتي لا تعبد الشيطان إني أخاف أن يمسك عذاب إلى آخره فقال هذا الأب المعاند لإن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني مالية فماذا كان الجواب من الإب قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي شوف الخلق أحسنت سيدنا نوح عليه السلام كان عنده مجموعة أبناء الإبن الذي رفض أن يركب معه في السفينة كما في صورة هود اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء المهم لما حل بينهم والموج وكان من المغرقين شوف سيدنا نوح ستتحرك في عاطفة الأبوه طبعاً إن نبني من أهلي يقولي ربنا إن نبني من أهلي يعني اسمح لي لا تعذبه حضرتك أما نأتي لسيدنا موسى إلي ربته إلي ربته امرأة صالحة ناضجة المصرية يكابذ في صورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين شوفنا عاطفة الأمم بعدما عملت ونفزت وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كانت لا تبدي به إلي ربت المسيح امرأة كذلك ستين مريم الطائرة العذرة عليها سلام الله وعلى أم موسى سلام الله فشوف حضرتك هنا يعني قصتها في صورتها طبعاً في الأنبياء في التحريم إلى آخر في الحنان ولذلك سيدنا المسيح لما أنطقه الله في المهد فأقول وبراً بوالدتي لكن هنا يا أستاذ يوسف عايز وثري المتابعين بشيء فرق بين الوالدة والأم الوالدة اللي ولدت فقط وزاك سيدنا المسيح قال وبراً ما قالش بأمي بوالدتي إنما حضرتك أم موسى ربط إيبا أم أم النبي محمد ربط إيبا أم أنت واخد بلك معي فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك مش اللي ولدتك فقط إيبا الوالدة حينما تذكر إنما تذكر من وضعت الحمل فقط إنما لما تذكر الأم يبقى التي وضعت والتي ربط والتي ربط طيب أنا هستأذن ده دقة في القرآن حلوة أوي أنا هستأذن عند النقطة دي هروح لفصل وحيزة أرجع بعض الفصل أفهم أكتر على إزاي كمان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيتكلم عن الأسرة وأهميتها وأهمية ترابطها وكيفية المعاملة ما بين أطراف أو عناصر الأسرة وبعضهم البعض خليكم معانا بعد إذنكم بعد الفاصل كل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وأنا كنت بسأل على الرسول وتوجيهه للأسرة في توجيه رائد جامع مانع لا مسيلة له في تاريخ الإنسانية قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله خيركم خيركم لأهله طول من تبرب بأبيك بأمك طول من تبتعامل الزوجة معاملة طيبة كل من تبتتفانى في الأولاد طول من تبتصل الأرحام تصل الأصباط اللي هم الأولاد يعني زي مثل سيدنا الحسن والحسين وزي نبل بحضرة النبي هم أولاد البن طول من تبترعى الأحفاد الأمة بيكونوا ذكوره أي ناس عن طريق الزكور الإبن يعني المهم الشاهد النبي عليه السلام شف معاملته مع أمه يعني هو كبير صلى الله عليه وسلم طبعا كبير مقام وكل حاجة لما كبر سنه وبعدين قدرا مر على قبر أم ستنا آمنا بنت وهب عليها سلام الله ورضوانه وبعدين مر عليها بالأبواء شوف الراب يقوله فاستأزلنا يعني فجاء إلى قبر فأصلحه يعني كان بقى التراب والراملة وقعت من عليه شوية كذا ثم ناجاه طويلة ناجى هذا القبر ثم بكى فبكينا لبكاية بكينا لبكاية ثم قال لنا أتدرون من أناجي فقالوا بأدب الله رسوله أعلم قال هذا قبر أمي آمنة سألت الله واستأزنت أن أزورها فأزن لي ده معناها أنها موحدة لأن النبي ممنوع يقف على قبر كافر ولا تقم على قبر سبك من كلام الجهل المتسلفة هم الوحيدين اللي لهم عداء مع ألا بيت الرسول الشاهد الرسول عليه السلام قال استأزنت ربي أن أزور قبر أمي فأزن لي واستأزنت أن أستغفر فلم يأزن لأنها ماتت ولم يكن قلب بالرسالة يبقى من أهل الفترة اللي ربنا قال عنهم الآية 15 سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسول رسول الله أيضا أبوه سيدنا عبد الله حتى وسيدنا عبد المطالب جده ودي كلها زرية طيبة طبعا لأن القرآن هو لذكاهم سيدنا إبراهيم لما رفع البيت الحرام كما في سورة إبراهيم وجنوبني وبنية أن نعبود الأصنام هم هأتي بقى بسرعة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة حتجد لما يقول على بنته ستنا فاطمة رجل العانا أمي بعد أمي الله أمي بعد أمي كان يذهب إليها يومياً يومياً لبيت بنته سيدة فاطمة وكان يحتضن الحسن ويحتضن الحسين وزينب وكان يعتنقهم إلى آخره أيضاً كانت فيه برضو يمكن أن الناس ما تذكراش كتير زينب الكبرى برضو بنت النبي صلى الله عليه وسلم الله يفتع عليك كانت لها بنت اسمها أمامة أمامة فكان الرسول يحملها في الصلاة يحملها فين؟ في الصلاة اللي ما أنجبشي السيدة رقية وأمه كلسوم لا ما أنجبوش المهمة الرسول عليه الصلاة كان رحيماً بالأحفاد وشوف بقى القصة المطالة اللي قالوا أن الوقت دهمنا قد يأتي وقت أفرت فيه أيها فالرسول أكرم زوجاته وشوف وفاءه للسيدة خديجة عليها رضوان الله وأيضاً كان بيجبر خاطر السيدة عائشة لعدم الإنجاب قصة طويلة هنرجع واختم وأقول قال صلى الله عليه وسلم عن الأسرة خيركم خيركم لأهله وأنا لو الرسول خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم هذا هو بناء الأسرة في الإسلام أن تكون خير لهذه الأسرة صحيح نورتنا مولانا وحقيقي يعني شكراً على هذا العرض وإن كان موجزاً لحد من قبل أسبوع الجاي على الحتة دي في حياة الرسول وإعلقته بالأسرة وإعلقته حتى وصولاً إلى أحفاده يعني عليه الصلاة والسلام بنتعلم لهذا فهو المعلم أشكراً جداً مولانا كل الشكر لمولانا فضلت الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلطة الحلقة الحد كده وإن كلنا العمر وإن شاء الله أقابلكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات سلامات